بسم الله الرحمن الرحيم معاكم ازدعاء ميكي ان شاء الله النهاردة ياولاد هنخلص مع بعض لسون تان من شابتر وان ثيم ثري ديسكافر برايمري ثري لو تفتكروا في درسنا اللي فات احنا ابتدينا في البروجيكت الخاص بشابتر وان وقلنا ان البروجيكت بتاعنا مقسوم لجزئين الجزء الاول we will create a beak for a bird الجزء التاني we will create a bird song for this bird صح كده هنعمل بيك هنصمم بيك شكل منقار والجزء التاني هنقلف زي تون او نغمة للبيرد ده زي ما تعلمنا المرة اللي فاتت how to analyze the bird songs وعرفنا يعني ايه tempo يعني ايه melody وكل الحاجات اللي في الانالايزنج اللي تعلمناها في الدرس اللي فات صح كده طيب قبل ما انهي معاكم الدرس المرة اللي فاتت انا برضو قلتلكو انه في لسنتين هيكون في الimprovement يعني ايه الimprovement الimprovement هي last step في الانجينيرنج design process الimprovement انه لو انا لقيت فيه default فيه غلطة فيه مشكلة فيه البيك بتاعي بعد التست لو انا حبيت اني اطور فيه بعمل امبروفنط بعدي الحاجة وبعيد التست ده تاني التست اللي هو اني اجرب اكل بالبيك ده different types of food خدنا different types of food دي في lesson 8 اللي صحابكو عملوها في different types of beaks فاكرين فبعمل تست تاني بعد الimprovement عشان اشوف هو الافضل ان البيك بتاعي كان قبل الimprovement ولا بعد الimprovement ايه الافضل فيهم اتفقنا طيب لو تفتكروا احنا كان عندنا two groups الboys group والgirls group الboys group سمم فكرة والgirls group سمم فكرة او بيك وبعد كده ايه اللي حصل اللي حصل ان كل group ادى ال opinion بتاعه رأيه للجروب التاني طيب الboys group سمعوا لل opinion of the girls والgirls group سمع لل opinion of the boys وطبقوا فعلا ال opinion المختلفة دي عشان يشوفوا هل لما يعملوا الimprovement ده هيطور من البيك بتاعهم ولا لا تعالوا نمشي واحدة واحدة ونشوف مع بعض يلا بينا اول بيج في كتاب المدرسة في lesson 10 اللي هي بيج 43 بيج 43 improve and test again هنعمل improve للبيك ونختبره تاني طيب I wish my big would انا بتمنى البيك بتاعي ده يعمل ايه كل طفل او كل group بيك تبقى هو حابب البيك بتاعه يعمل ايه يعني البيك بتاعك ده عايزه ياكل ايه يعني certain type of food نوع معين من الاكل ولا عايز ياكل two types of food ولا عايزه مثلا ياكل all the types of food البيك اللي انت بتصممه ده الهدف منه ايه يبقى كل group الاول يكتب هنا هو عايز البيك بتاعه يكون بيعمل ايه اتفقنا طيب اللي بعده suggestions from others الاكتراحات اللي قالها group boys boys the group girls the girls يكتبوها هنا والاكتراحات اللي قالها girls the group boys the boys يكتبوها هنا يبقى ده suggestions from others اوكي الاكتراحات من groups الثاني طيب improvements I will make هاجي هنا بقى اكتب ايه التعديل اللي عاملوا في البيك بتاعي according to my friends opinions بناء على رأي صحابي اتفقنا كده طيب تعالوا نشوف الجزء اللي بعد كده الجزء اللي بعد كده يا ولاد وهو test 2 test 2 يعني after the improvement I will test my beak again I will write here the results هكتب هنا النتائج بتاعة التست بتاعتي البيك after the improvement collected from each type of food how many how many of the paper clips how many of rubber pants فاكرين هي دي الحاجات اللي عملناها او اللي جمعناها في lesson aid عشان نعمل عليها التست اخر جزء summary of results summary of results الخلاصة النتيجة اللي انا وصلت لها بعد ال improvement هي ايه I like my improvement my improvement and the new beak collected more types of food ولا the first beak was better خلاص طيب ده بالزبط يا ولاد شرح lesson 10 طيب هنعمل ايه دلوقتي هوريك وشغل صحابكو عملوا يلا بينا اول حاجة قدامنا ده التست والimprovement بتاع ال boys ال boys قالوا I wish my beak would eat all the types of food انا عايز البيك بتاعي ياكل كل انواع الاكل اوكي طيب the suggestions from others البنات اقترحوا ايه على الولاد قالوا لهم to cover the gaps in the mouth غطوا الفراغات اللي موجودة في الماث بتاعه او في البيك بتاع ال bird بتاعكو الفروقات الفراغات اللي موجودة ما بين upper part of the beak and lower part of the beak الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت كان فيه فراغات بتخلي البيك بتاع الولاد مايعرفش يcollect large amount of food فالبنات قالوا لهم you should cover these gaps خلاص طيب the improvement I will make الولاد قالوا will cover the upper part of the mouth by a paper هيغطوا الجزء العلوي من بق الطير او البيك the upper part of the beak by a paper ده كان ايه اول حاجة طيب ايه اللي قدامنا ده القدامنا ده ال improvement بتاع الولاد ال result النتائج before the improvement و after the improvement قبل ال improvement البيك جمع من القطن here nine after the improvement it collected five خلاص the rubber band the rubber band before the improvement collected 14 after the improvement همه همه 14 ال paper clips before the improvement 17 after the improvement 19 الباستا before the improvement 37 after the improvement 58 the dry beans the dry beans before the improvement 40 after the improvement 103 الكاروت كانوا حاطين جزر before the improvement zero after the improvement 3 يبقى النتائج اللي احنا شايفينها قدامنا دي نفهم منها ايه الولاد قالوا في النوت the big after improvement can eat all the types of food خلاص more than before يعني اكتر من previous big اللي هو before the improvement اوكي except ما عدا the ear cutting ما عدا the ear cutting جمع عدد اقل في ال improvement عن البيك اللي هو كان قبل ال improvement يبقى الولاد وصلوا لحاجة ان the girl's opinion was successful رأيي البنات كان ناجح عشان كده يا ولاد لازم تتعلموا ان we should respect others opinions and ideas لازم نحترم اراء وافكار صحبنا حتى لو انتم مش مقتنعين you should try حاولوا جربوا يمكن يكون رأيهم يطلع صح اتفقنا؟ طيب تعالوا افرقوا على شكل البيك بتاع الولاد ده كان before the improvement بصوا يا ولاد بصوا كده ال upper part of the beak كان ايه كان small كان thin كان رفايع خالص ويه ال lower part كان wide كان عريض ال spoon ما خليها عريض والفورك اللي فوق دي ما خليها ايه رفايع جدا تعالوا نشوف بعد ال improvement عملوا ايه they put a piece of paper خلاص ال paper دي خليته wide from the upper part خليته عريض من الجزء اللي فوق اوكي؟ فهو ده ال improvement اللي خلاهم يعملوا collect large amounts of food تفقنا كده يبقى ده كان project مين الولاد تعالوا نشوف البنات البنات الولاد اقترحوا عليهم اقتراحين فالبنات قرروا انه هما ينفزوا الاقتراحين ويشوفوا الفرست opinion للولاد قالوا لهم make the big wider خلوا البيج بتاعتكو بدل ما هو pointy بدل ما هو رفايع كده خالص من الطرف بتاعه لا خلوه اعرض خلاص؟ ويه البنات كانوا عايزين يعملوا ايه pick up a big amount of different types of food عايزين يجمعوا البيج ده عدد كبير من الايه او كمية كبيرة من الاكل هو ده الهدف بتاعهم من البيج طيب ال improvement قالوا ايه في ال improvement i will support my beak with aluminium file هيحطوا على البيج من قدام aluminium file عشان يخلوه wider أوسع and cardboard وحطة من الكارتون i make it wider خلاص؟ طيب تعالوا نشوف اللي بعد كده ايه دي بعد ال improvement ويه قبل ال improvement تعالوا نشوف ال results كانت عاملة ازاي الفيش الفيش جمع البيج before improvement 6 after the improvement 9 dry pasta before the improvement 16 after the improvement 20 dry seeds before the improvement 24 after the improvement 36 tooth packs before the improvement 0 after the improvement 5 rubber band before the improvement 0 after the improvement 3 اتفقنا؟ طيب تعالوا نشوف اللي بعد كده ده كان شكل البيج before the improvement بصوا مدبب ازاي وحد من الطرف ده كان شكل البيج after the improvement اوكي؟ يبقى ال improvement نجح ولا ما نجحش؟ ال improvement نجح لان ال improvement كالبيج 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 طيب تعالوا نشوف تاني improvement اعملوه هنا اخر حاجة في ال improvement الاول للبنات السمري او ال result سقالوا ايه؟ after improvement i observed that my beak can pick up a big amount of different types of food البيج بتاعي بعد ال improvement جمع عدد كبير من الاكل طيب تاني improvement تاني improvement الولاد اقترحوا على البنات ان هما يعدلوا في شكل البيج from the upper part and the lower part يعدلوا بدل ما هو point انت كده برضو يخلوه wider بس different tools تعالوا نشوف ازاي البنات قالوا هنا ايه؟ i hope ان the beak would fat all types of food ان هو اياكل كل انواع الاكل ال suggestion of the boys اقتراح الولاد كان ايه؟ replace the upper piece with a fork and the lower piece or lower part to be wider خلاص هبدل الجزء اللي فوق بفورك شوكة عشان اخليه wider اوسع وهبدلك وهغير كمان في the lower part of the beak ده كان اقتراح الولاد طيب improvement البنات قرروا يعملوا ايه؟ the first improvement from others and i had to make the another improvement spoon يعني هنعمل البنات قالوا احنا هنحط فورك فوق وسبون تحت to make the beak works better عشان نخلي البيك ده يبقى افضل وياكل عدد كبير من الاكل طيب هذه النتائج النتائج بعد ما خلينا البعينت بيك عدلناه خليناه fork from the upper part with spoon from the lower part ال rubber bands عملنا 3 before the improvement غمعنا 3 after the improvement 4 the toothpicks before the improvement 6 after the improvement 10 the pasta before the improvement 25 after the improvement 80 the seeds before the improvement 13 after the improvement 114 the dry beans before the improvement 6 after the improvement 33 الاخر حاجة collapse before the improvement 18 after the improvement 120 انتفقنا كده؟ طيب يبقى الimprovement نجح ولا ما نجحش؟ في second idea of the boys الimprovement نجح تعالوا نشوف ده شكل البيك الpointy قبل الimprovement أوكي؟ وده شكل البيك بعد الimprovement لو تاخدوا بالك بقى فيه fork فوق وفيه spoon تحت يبقى ده كان الimprovement التاني للبنات طيب قلنا ايه هنا؟ السمري of the result للimprove التاني the improvements made the big more capable to eat the food الimprovement ده خلى البيك قادر اكتر انه يأكل اكل تمام؟ يبقى كده انا وريتكو كل الimprovement الخاصة بجروب البويز وجروب الجيرلز انتو لو بتشتغلوا في البيت وزي ما قلتلكم المرة اللي فاتت مفيش دلوقتي class عملتو فيه البروجيك انتو ممكن تعملوا ايه؟ انتو ممكن تطلبوا من حد في البيت من بابا او ماما او من اخوتكو يدوكو الابينيون بتاعهم ازاي تعملوا واتفكروا ايه رأيوكو لو عملتوا وشفتوا التست اتفقنا؟ طيب فيه حاجة مهمة جدا 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 قبل من يمعاكم الفيديو لازم تعرفوها اول كومنت في الفيديو ده مع شيت الشرح احطتلكو كل فيديوهات البروجيكت بتاعت صحابكو before the improvement وafter the improvement كل الفيديو عايزاكو تتفرجوا عليها وتشوفوا الشغل اللي عملي اتفقنا؟ ولو حابين تصوروا البيكس بتاعتكو before وafter زي صحابكو تبعتوا هالي ما عنديش مشكلة خالص ابعتوا هالي واقولوكو رأيي ولو حابين كمان ان انا اعمل شير لصحابكو ووريهم البيكس بتاعتكو اللي انتو عملتوها برضو ما عنديش مشكلة خالص اشوفكو على خير بإذن الله في درستك ديب بوي بوي اشتركوا في القناة